السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة 28 الثاني نوفمبر وبما أنه توقعاتنا على يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم الجمعة استقر في برج الدلو من بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الأحد أو من صباح يوم الأحد بتوقيت جرانيتش وبينتقل بعديها لبرج الحود القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزلة توطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة من عصر اليوم الجمعة بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعبد وبما أن القمر موجود في برج الدلو اليوم معناتهم نشعر اليوم بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة إلى الحياة وبميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا مثلا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية طبعا ذروتها رح تكون في تمام الساعة وحدة وخمسة عشر دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لإستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكونوا محبطين عاطفيا بالفترة هاي عند أي انتقاد أو أي مواجهة بتورو ثورة عارمة من الغضب بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت وبتدفعنا لأقصى الاتجاه السلبي في خيالنا وتفكيرنا وشكوكنا وبتسببنا خصومات وخصوصا مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 51 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش عشان هيك ساعات النهار من الصباح ولغاية المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية مطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الدل وخلو المسار القادم بيكون يوم الأحد بيبدأ الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد وبيستمر حتى تمام الساعة 53 و59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمره 7 أيام الساعة 10 و7 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بنبدأ باليوم الثامن نسبة الإضاءة 46% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 10% القمر في الدلو حتى يوم 10-11 سعيد بنسبة 40% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 10% ساعة المساء سعيد بنسبة 60% عطارد في القوس حتى يوم 26-11 سعيد بنسبة 15% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل اليوم بتنشطه اجتماعياً وبتسعده من لقاء الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة لأجواء داعمة وبناسبة العمل ضمن مجموعة وبتخوض مجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء أنك تنظم جدول أعمالك تحسباً لضيق الوقت برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبتحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك ما تشوه سمعتك لأن الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة أهم شيء أنك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر بالنسبة للموليد برج الجوزاء اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بوسعكم اجتياز امتحان أو ممكن تسافر أو توقع عقد أو توقع عقد اتروج لمواهبك واهتماماتك أهم شيء أنك تكون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل حاول أنك تثبت للجميع جدارتك اليوم بيحمل انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتنهمك في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكون تخففوا من النفقات وحاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصحح الانطباعات عنك كن واثق من نفسك ومن كفاتك وما تسمح لأي شخص بإنه يشكك بقدراتك ممكن تنشغل اليوم بملف إداري برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل أو العاطفة هذه الفترة ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك تماما فعشان هيك تعتبر أكثر الفترات تهديد لاستقرارك حاذر من الفضائح من العصبية بيتميل لفرض الرأي على الآخرين دكت دير بالك من هاي النقطة وحاول إيجاد المخارج والحلول دون تشنج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجازاتكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها قلق ممكن يصير خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء بالعمل دك تنتبه نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وما تهمل صحتك ولا الواجبات اتجاه الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبهكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو ممارسة هواية ابتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير وهي فترة مناسبة للحوار والنقاش وتعتبر من أكثر أيام الشهر حظا فما تخف متفرج اسعى للمبادرة أجواء رومانسية ودافئة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شهونكم البيتية والعائلية وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة أهمش أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات وممكن تهتم لأمر بتعلق بعقار أهمش أنك تتجنب الإنفعال والتسرع في إلقاء اللوم على الآخرين مزاجك اليوم متقلب ومتجهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا بالسفر والاتصالات واللقاءات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر التنقلات والزيارات ورشاة العمل لحسن الحظ أنت اليوم تتمتع بسرعة بديها عالي جدا حاول أنك يعني تستغل قدرتك على التصرف وسيطر على إنفعالاتك تضطر لتقديم بعض المساعدات لأحد الإخوة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بيحملك فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في أي خطوة مالية جديدة خففوا من النفقات قدر الإمكان ممكن اليوم تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية حاول أنك تعمل بجدية ونظم شونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط بمشاريع مشبوهة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بما أن القمر صار موجود عندكم الطاقة عالية وشعبيتكم في تصاعد بتكون مستعدة تحرك في كل الاتجاهات وتسلط الأضواء على قدراتك وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجالات جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم تشعروا بالتعب لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب عندكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة بيسجلك هذا اليوم فترة من الركود على جميع الأصعد ومنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ وتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية وأحذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر